نحن بالواجهة البحرية الشهيرة بولاية وهران أكبر شرفة مطلة على البحر بشارع جيش التحرير الوطني طريق الكورنيش أسفل الشرفة يوجد ميناء وهران الدولي الذي يعد أهم وأنشط موانئ الغرب الجزائري في مجال التجارة والمواصلات وهران الباهية تحتل مكانة في قلوب الجزائريين بطرازها المعمارية الذي يجدب زائريها تزخر المدينة بالتنوع العمراني تجد بها الطابع العمراني الحديد والعرب الإسلامي والإسباني والعتماني والفرنسي بجوار ساحة أول نوفمبر ساحة السلاح سابقاً يوجد المسرح الجهوي بوهران بطابعه العمراني والتراتي المدهل يمر به قطار المدينة تراموائي ليربط ماضي المدينة بحاضرها نركب المسعد الهوائي لنار الباهية من الأعلى مروراً فوق حي سيد الهواري العتيق الذي تشهد جدرانه وأزقته على التنوعي التقافي والحضاري الذي تشهده وهران ترجمة نانسي قنقر المسعد الهوائي لوهران يساهم في إعطاء قيمة مضافة للسياحة بالولاية يأخذك في جولة استكشافية لجبل مرجاجو الذي يتيح لك منظراً خرافي وبانورامي لمدينة وهران ويسهل لك زيارة حصن وكنيسة سانتا كروز يترى لنا غير بعيد مسجد الصحابي عبد الله بن سلام الذي كان معبداً يهودياً سابقاً يقال أن بعضاً من الحجارة التي بني بها جلبت من القدس الشريف ليل وهران كنهارها شوارعها دائمة الحركة خصوصاً ساحة لبلازدارم حيث البلدية بأسديها اللدان يحرسان أهلها تبهرك أضواؤها أما الواجهة البحرية تعتبر الوجهة المفضلة للسياح والعائلات الوهرانية يتمشون أو يجلسون ويتسامرون مستمتعين بليالي الباهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر